بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله جلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق تسعة كانون الثاني الفينو أربع وعشرين توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وجه السيد رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء بمتابعة ملفات محافظة الذيقار على أثر زيارته إلى المحافظة وتفعيل العمل بالقرارات التي تم اتخاذها خلال الزيارة أيضاً وجه السيد رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء بتكثيف زياراتهم وبشكل مستمر إلى المحافظات كافة والاطلاع ميدانياً على المشاريع المنفدة واتخاذ القرارات الميدانية التي تسهم في سرعة إنجاز المشاريع مقررات الجلسة الاعتيادية الثانية الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء 23.042 لسنة 2023 لغاية إكمال فريق الجهد الخدمي والهندسي لمهمات أعماله وتخويل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد لغاية مليار دينار إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23.110 لسنة 2023 بحسب الآتي استكمال وزارة الكهرباء إجراءات الإحالة والتعاقد مع شركتي سما بغداد ويونايتد آراس لتوقيع عقد مشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية الغازية على أن تتحمل شركة ماب نقروب كامل المسؤولية بشأن تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ العقد استنادا إلى طلب الشركة الأخيرة استثناء من التعليمات وبمبلغ إجمالي 241 مليون وخمسمائة ألف يورو وبمدة تنفيذ 840 يوما متضمنا تنفيذ نطاق الدعوة الاحتكارية HG29-2023 مع تجهيز مواد احتياطية لمدة سنتين ومنظومة تخفيض الغاز GRS ومنظومة التبريد Upstream وأعمال مدنية أخرى وتنفيذ منهاج تدريبي متكامل وبنسبة زيادة مقدارها 14.73% عن الكلفة التخمينية بحسب الصلاحيات المالية تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23216 لسنة 2023 وفق ما يأتيه واحد تعديل الفقر واحد من القرار آنفا وذلك بإضافة عبارة ويكون التخصيص بصفة الاستثمار استثناءا من قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2022 ولا يجوز الاستخدام إلا للغرض الذي تم التخصيص من أجله اثنيا تعديل الفقر خمسة من قرار مجلس الوزراء المرقم 23216 لسنة 2023 لتكون بالشكل الآتي إلزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية بديلا عن قاعدة السلام الجوية بعد استحصال الموافقات اللازمة الموافقة على ما يأتيه واحد الموافقة على فتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ميونخ الألمانية استنادا إلى قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 اثنيا تتولى وزارة المالية تخصيص مبلغ مالي لأغراض فتح القنصلية المذكورة آنفا قرار الموافقة على مشروع قانون مضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل الذي أعده مجلس الدولة ودخل حيز التنفيذ في 25 حزيران 2021 وإحالته إلى مجلس النواب الموافقة على ما يأتي واحد تخصيص أرض مدينة أور السياحية لصالح صندوق اعمار محافظة ذيقار بالمقاطعة الثلاثة السايح البالغ مساحتها 433 دونما لإكمال المشاريع الخاصة بها ضمن تخصيصات الصندوق المرفق بكتاب صندوق اعمار محافظة ذيقار اثنين أخذ الجهات ذات العلاقة الإجراءات لتنفيذ ما جاء في الفقرة واحد آنفا الموافقة على ما يأتي واحد نقل ملكية العقار المرقم 44 إلى 152 زوية العائد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكائن في مدخل شارع الإمام الحسين عليه السلام بمسافة تبعد 22 متر عن مشروع ملعب الإدارة المحلية في محافظة الذيقار لصالح الإدارة المحلية في المحافظة بوصفها الجهل مستفيدة من المشروع للاستعمال ضمن التوسعة كمرآب رئيسي للسيارات 2 نقل ملكية العقار المرقم 44 إلى 155 زوية والعقار 44 إلى 153 زوية العائد إلى وزارة المالية الكائن في مدينة الناصرية خلف الملعب المذكور آنفا لصالح الإدارة المحلية في محافظة الذيقار لاستعمالها كملعب ساند للتمرين والإحماء 3 قيام صندوق إعمار محافظة الذيقار بالتنسيق مع وزارة التخطيط بإصدار أمر غيار بمبلغ 7 مليارات دينار عن تنفيذ أعمال قراج متعدد الطوابق وساحة تدريب لخمسمائة متفرج ضمن العقد المبرم لتنفيذ مشروع هدم وإعادة بناء ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية مفتاح باليد تصميم وتنفيذ ضمن الموازنة الاستثمارية للصندوق لعام 2023 شكرا